قوعك في يوم من الأيام حدا يضحك عليك ويقولك إنه في ريحة في الدنيا أطيب من ريحة الخبز المحمص يا السلام على هالمنظر يا السلام وبننزل فيها ما تيسر وما لز وطاب أول إشي ببدأ بالفلفل الأحمر الحار طبعا مكدوس بدون فلفل حار أبو زبطي بس بدي أختار درجة الحرارة الصح بدش يكون حار كتير ولا بارد كتير هذا النوع حار كتير الهابانيرو في الهالابينو نوعا ما وسط في هذا النوع هذا لو استعملتم 100% بيعطينا حرارة مناسبة لو عندي فلفل أبرد وحطت عليه شوية من الحار 20% 80% برضو بمشي الحال بغسلهم على السريع بغسل بقص الجمعة وبنزل هنا ولا في أسهل من هيك ممتازين أهم إشي هالجاتي خليهم ينشفوا على جنب عبل ما أجشرتهم بدي راس كامل حلوين هدول بيكفوا نخليهم هنا خليهم عجلة بينشفوا وهالجات بنجيب المفروض أصلا بدينة مش إنه هالجات بنجيب لأ المفروض بدينة بالزيتون بدي زيتون أي نوع زيتون موجود عندكو أخضر امرتب حتى لو عمروا سنة في المرتبان هيك بطلعوا بجيب السكينة وبغشروا بس أنا ما عنديش زيتون جديم لأنه محدش بعتلي فاروح تجيب الزيتون مفرغ من البذرة تبعته بس بدي أجسه طبعا الزيتون إذا مش مجشنتوا طبعا بتعملوا هيك وبتشلوها تماما بس أنا عندي لأنه فيش نوى بس بدي أجسه 3-4 جسات زي هيك حلوين بحطم على جنب وبجيب فرمت الفلافل أو فرمت اللحمة أو محدرة الطعمة وبتحكي عنا فرمت الفلافل أو فرمت اللحمة وبنزل الفلفل مع التومة وعلى نفس المصفاية برجعهم يا سلام بجيب شوية ملح وبرش عليه عشان يطلع مية أكتر ممتازة المية بدت تنزل بنزل الزيتونات إذا في عندكو جوز كأنا بها مفيش مش مشكلة بس يعني هي زكاوتها بالجوز الحجم هذا مناسب هيك تمام شايفين كيف بنيجي فوق الزيتونات وبنزل الفلفلات شوف لها المنظر ما أحلى طلع طلع يا سلام على هالمنظر يا سلام وبنقلبهم حلو الشغل هذا حلو حقا في ناس بضيفوا خل وفي ناس ما بضيفوا خل فأنا بدي أخليه بدون خل لأن الفلفل مع الملح مع الوجت ومع الزيتون راح يتخلل لحالو بس بنا نعاير الملح وهجيت بدي الكتير الكتير من زيت الزيتون الله معك روحي يلا بدا كمان نجيب مرتبان وبنقول بسم الله آه بي شوفوا لهالمنظر شوفوا لهالمنظر يا حبيبي يا حبيبي تعم إنساني موضوع المكدوس البتنجان ونقعد نملحه ونجفف ونستنى فيه وبعدين الزيتون ايش ماله ما هو الزيتون أزكى إشي في الدنيا شوف لهالمنظر ما أحلى طلع طلع هالمنظر ما أحلى مكدوس الزيتون وصيبات من البتنجان مؤقتا هجيت بفجيكوا كيف تعملوا أزكى إفطور مع كوباية الشاي المكدوس الزيتون بعدين عكيد أكيد رح أوزع منه صح اللي لا وهجيت شوفوا كيف أنا ممكن وأنا طالع الصبح بدري على السريع على شغلي كيف ممكن أعمل شغلة سريعة أفضل فيها وزاكة جدا صحين وبرمي فيه ملعقة لبنة كبيرة وبننزل فيها ما تيسر وما لزة وطاب من الزيتونات الحلوبين هدول وشوية زيت كمان يا سلام وهلجيت بنخبزة وبنقول بسم الله وبنغمس الله الله يا عمي إشي رائع رائع شوف لها المنظر كيف بس أنا مش رك بحب أكلها هاي بجيب خبزة زي هادي ومن النص هيك يعني على السريع شوية زيت بنعمل الثانية بجيها نصيفها برضو يا سلام بزيضة شوي خليكوا كورما مع اللبنة وبننزل ها هيك بنعمل قطيب سندويش على الفطور مع كباية الشاي يا إلهي بقولها المنظر وبنحضر كباية الشاي اللي منعنعة اللي مذبطة عشان نقول بسم الله ونفطر من أزكى الفطور في الدنيا بسم الله يا إلهي إيش أحكي لكم يعني أضيب من هيك الفطور مستحيل مستحيل في حدا حط عينه في جباية الشاي انكبت اه بيه حط هدول عهدول وحباية بننزل ضروري تجربوها ضروري وحباية فطور شكرا